هذا الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأربعاء الماضي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي والذي سميت الدفعة باسمه تقديرا وعرفانا بعطائه خلال مسيرته بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدامى مدير كلية الضباط الاحتياط وعدد من الشخصيات العامة والإعلامين وأسر الخريجين تقرير سم نعود شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدامى مدير كلية الضباط الاحتياط وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتالية والقوة البدنية والمهارية العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية تهيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ أعقبها عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح وعرض عدد من الابتكارات والبحوث الفنية التي نفذها طلبة الكلية والتي تهدف إلى مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريما لروح شهداء الوطن الأبرار وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط لاختياط نتيجة التخرج أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخرجين حيث قام الفريق أول عبد المجيد سقر بتقليد أوائل الخرجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية تلا ذلك تكريم أسرة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي وردد الخرجون يمين الولاء وعلقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط لاختياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي تليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال من طلبة الكلية القادرين على الوفاء بالمهام والمسؤوليات لتظل القوات المسلحة درعا قويا يحمي الوطن وحصنا منيعا لشعبه العظيم وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية مؤكدا أن القوات المسلحة لا تألو جهدا في توفير كافة الإمكانات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته وأن الضباط الاختياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة كما أشار إلى أن مصر تنطلق نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التي تحيط بها مما يفرض علينا أن نكون دائما على أهبة الاستعداد والجاهزية ولن يتأتى ذلك سوى بعقول وسواعد رجال أشداء يذودون عن الوطن ويبذلون كل غال ونفيس لتبقى رايته عالية خصاقة